الحقيقة يمكن تبعنا أيضا أمس مجزرة بشع الحقيقة واحدة من أبشع المجازر التي تم ارتكابها خلال هذه الحرب وذي حاجة غريبة أنه في حرب واحدة يبقى فيه أكتر من مجزرة وأكتر من جريمة حرب في نفس الحرب اللي لم تكمل شهرين وهي قصف حي الشجعية أو حي الشجعية أه حي الشجعية قصف خمسين منزل عدد شهداء كبير جدا مع أن كان البعض يتحدث عن أن إسرائيل رتبت أوراقها خلال هذه الهدنة أو أنها قد تتبنى استراتيجية أخرى للتعامل حتى تتجنب فكرة الرفض والاستهجان العالمي تجاه ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة إزاي مع هذا الرفض اللي بتقابله إسرائيل إزاي بنشوف هذه المشاهد مزالت مستمرة يعني إحنا في الحقيقة إسرائيل بشكل لحظة يعني في كل لحظة يعني ممكن إحنا عادينا دلوقتي متكلم إسرائيل ترتكب مجزرة فبالتالي إسرائيل ترتكب المجزر بشكل وقتي وكما أنت يعني هي بتحضر المبررات قبل حتى ما تقوم بهذه المجزرة يعني المبررات موجودة هناك ضغوط دولية كما تفضلت من سؤالك هناك ضغوط دولية لحياد المدنيين وإبعاد المدنيين بشكل أكبر وإسرائيل هنا لا تفرق القنبلة الإسرائيلية لا تفرق بين مدني ومقاوم وإسرائيل في الحقيقة أخفقت في الموضوع يعني إنهاء المقاومة وأمريكا نفسها أعطت إسرائيل مهلة لإنهاء حربها لأنه هناك ضغوطات شعبية وتحركات شعبية حول العالم على حكوماتها من أجل وقف العدوان الغير مسبوق على قطاع غزة فبالتالي هناك إبادة جمعية في الشجاعية في كل في خان يونس يعني وجدنا علماء يقتلون أطباء وأطباء دفاع مدني لا يستثن أحد لا يستثن أي شيء في غزة فبالتالي هناك إبادة جمعية وكارثة حقيقية وعلى المجتمع الدولي التحرك بشكل فعال لوقف جرائم الحرب الموجودة إسرائيل فوق القانون الدولي تتصرف وكأنها دولة فوق القانون لا تحترم الحقوق الإنسان هنا الوضع في غزة كارثي الوضع في غزة لا وصل للمشين يعني لا يمكن أن يكون هناك حياء الوضع الصحي استخدام الحمام ممكن 400 شخص استخدموا حمام واحد تخيلي الكارثة البيئية تخيلي لا يوجد بترول لا يوجد كهرباء انقطاع الكهرباء لمدة ساعة لا يوجد مياه لا يوجد مياه يعني مياه يطلعوها من البحر الأبيض المتوفر ويشربوها مالحة فيعطشوا أكثر فبالتالي لا يوجد مقومات الحياة الأدمية الأولية للإنسان الفلسطيني وهذا ضغط على الفلسطيني نعم الفلسطينيين يكون هناك أمل وإعطاء أمل لما يروه ويشاهدوه من احتجاجات حول العالم والضغط على حكوماتهم لكن نأمل في التسريع بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار والبدء في مشاريع طيب